تكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا من الإمكانات إلى الإزدهار وتستضيف دولة قطر المؤتمر من الخامس وحتى التاسع من شاري مارس الجاري بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية في دول العالم واستهلت أعمال المؤتمر بكلمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تلتها كلمة للأمين العام للأمم المتحدة ثم كلمة للرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم الرؤساء الدولي والوفود المشاركة ويبحث المؤتمر على مدى أربعة أيام عددا من المحاور الرئيسية من بينها الاستثمار في الناس والقضاء على الفقر وبناء القدرات وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار ودعم التحول الهيكلي بوصفه محركا لتحقيق الازدهار وتعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي ومواجهة تغير المناخ والتعافي من جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وبناء القدرة على الصمود وتعبئة الشراكات الدولية من أجل الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نموا ويهدف المؤتمر إلى تبادل وجهات النظار حول الجهود الدولية الرامية إلى دعم التنمية في دول العالم الأقل نموا وتسخير الإمكانات وتذليل الصعوبات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لعام 2030 ميلادية